تحية كبيرة لمتابعين الكرام من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي نسترد لكم آخر التحديثات حول الحالة الجوية المتوقعة إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع نبدأ معكم بصور الأقمارة الاصطناعية لنهار يوم الأربع هناك كميات كبيرة من الغيوم المتوسطة والعالية تتخللها صحب ماطر في أجزاء من شرق المملكة العربية السعودية كذلك مناطق جنوب غرب المملكة العربية السعودية واليمن هذه الغيوم رعدية ومصحوبة مع تساقط زخات الأمطار المتوسطة في شرق المملكة العربية السعودية ولكنها غزيرة إلى غزيرة جدا في المناطق الجنوبية الغربية واليمن عملت على تشكل السيول في بعض المناطق المحدودة من تلك المرتفعات الجنوبية غدا تشتد الحالة الجوية ويتوقع أن تتساقط الأمطار في مناطق واسعة من وسط المملكة العربية السعودية وشرقية وذلك بسبب بداية تشكل جبهة هوائية باردة موجودة في شمال وسط المملكة العربية السعودية نبدأ معكم بتفاصيل الحالة الجوية كما أشرنا سابقا هناك جبهة هوائية باردة سوف تندفع تدريجيا خلال الساعات القادمة ونهار يوم الخميس على مناطق وسط المملكة العربية السعودية Однако تعمل على انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط الأمطار المتفرقة كذلك نشاط الرياح الأمطار سوف تطال مناطق واسعة من الرياض والقصيم كذلك الشرقية وقطر والبحرين وواحقا تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة وخاصة الأجزاء الشمالية منها المناطق الجنوبية الغربية سوف تشتد الأمطار غدا فيها بمشيئة الله هناك أمطار غزيرة بالطائف وأجزاء من أبها كذلك بيشا وخميص مشيات ونجران وجزان أيضا أجزاء واسعة من غرب اليمن الأمطار رضيها ستبدأ إن شاء الله بالامتداد تدريجيا غدا مساء ناحية منطقة مكة المكرمة في ساعات المساء والليل مصحوبة بزخات الأمطار ونشاط الرياح التي قد تثير الأطرب والغبار وتؤدي الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية ونقترب أكثر أيضا نحو جنوب غرب السعودية ومنطقة مكة المكرمة وذلك خلال يومي الجمعة وسبت هناك اشتداد كبير بالحالة الجوية المتوقع هناك حالة قوية وأمطار رعدية غزيرة تشمل مناطق واسعة بما فيها منطقة مكة المكرمة والأجزاء الشرقية من مدينة جدة أيضا هذه الأمطار الرعدية تطال سواحل كثيرة من جنوب البحر الأحمر والثليث والنقفذة كذلك أبهى وجازان أيضا مرتفعات الباحة وأيضا المناطق التي تتقع شرق المرتفعات الجبلية وجنوب منطقة الرياض مثل أفلاج والسليل وادي الدواسر هذه الأمطار غزيرة تؤدي إلى تشكل السيول في مناطق واسعة كذلك مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة وربما عواصف رملية في بعض تلك المناطق وبالنظر أيضا إلى التحذيرات فقد أذرنا التحذير المرتفع على المملكة العربية السعودية وذلك خلال يومي الجمعة والسبت هناك عواصف رملية متوقعة على وسط القطاع الغربي كذلك جنوب منطقة الرياض وأمطار غزيرة وسيول على أجزاء واسعة من مكة المكرمة وجنوب غرب السعودية أيضا هناك اضطراب حاد في أمواج البحر الأحمر بسبب العواصف الرعدية كذلك مشاط الرياض أيضا نشير إلى أن هناك تكرار لهذه الحالة الجوية أو تجدد لهذه الحالة الجوية الأسبوع القادم يومي الأحد والاثنين على نفس المناطق وهي منطقة مكة المكرمة كذلك جنوب غرب السعودية بمشيئة الله بالنهاية تابع موقع تقص العرب للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه الحالة الجوية كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق تقص العرب للمزيد من التفاصيل كان معكم حسن عبد الله ونتمنى لكم السلام وفي أمان الله